مرحبا بكم اليوم ونسكول في راديو بلسي ايام بتبعى قبل من ابداية وما تنساوش تعملوا لايك الفيديو شاشتركوا بالقناة مش توصلكم مخبار تونس لحظة بلحظة ايقاف رضاء شرف الدين ساحب ملف الادوية واللوالب الفاسدة ورئيس كتلة نداء تونس سابقا ذلك ما نشره الناشط السياسي نبيل الرابحي منذ قليل على صفحته الرسمية فيسبوك وقال هذا وكانت الدائرة الاتهام المختصة بالقضايا الفساد المالي بالمحكمة السناف بتونس قد قررت احالة النائب السابق وصاحب مخابر رضاء شرف الدين ومسؤولين لوزارة الصحة على الدائرة الجنائية بالمحكمة ابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل الفساد المالي والاداري حيث تشير الوقاعة الى ان رجل البزنس مقاول السياسة نجح زمان جائحة كوفيد 19 في الحصول على ترخيص لتوريد لقاح كورونا بالتواتى من مسؤولين كبار بوزارة الصحة كذلك تعلقت برذاء شرف الدين شهرة ما تريكس عديد القضايا التحقيقية لعل ابرزها قضية التآمر على امن الدولة عسابة كمان الطيف وخيام التركي وقضية الحصول على عديد رخصة ترويج بالسوق دون احترام القانون وغيرها من القضايا الخطيرة كما قاعدين تسمع وهذا اللي نشره نبيل الربح في تدوين على صفحة الرسمية بالفيسبوك قال فيها ايقاف رذاء شرف الدين وستتم محاسبته في القريب العاجل اشتركوا الى نهاية الموضوع